بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الأهلي نصب السيرك واكتسح اتحاد جدة بثلاثية لهدف في ملعب الملك عبد الله بجدة إمام حشد كبير من الجماهير السعودية فصل وجماهير الأهلي الوفية فاز النادي الأهلي المصري على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاث أهداف لهدف واحد في مباراة رابع نهائي كأسل عالم للأنادي 2023 التي أقيمت على ملعب مدينة لملك عبد للهال الرياضية في بريدة بلس عودية يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 23 بدأ الأهلي المباراة بقوة وسيطر على الكرة ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء وضعها علي يمين لمعيوف حارس فريق الاتحاد واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد نتيجة لمسة يد محمد عبد المنعم في نهاية الشوط لاولي تصدي لها كريم بن زيمة ولكن السدى العالي محمد الشنوي حارسي مرمي لأهلي ومنتخب مصر تصدي لها ببراعة وواصل الأهلي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق الموهوب حسين الشحات حاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني لكن الأهلي قطع عليه الطريقة وسجل أمام عشور هدفا ثالثا للأهلي قتل به اللقاء وضمن الفوز للنادي الأهلي وعبوره للدور صف النهائي وغريا كولر عدة تغيرات ودفع بعمر السولية واليو ديان ومديز في الدقيقة 74 أصدقائي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقدم لكم فيديو فرض الأهلي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق الموهوب حسين الشحات حاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني لكن الأهلي قطع عليه الطريق وسجل أمام عشور هدف فلفل الأهلية لابه لللقاء واضمن الفوز للا نادي لأهلي وعب وره للا دور نصف لنهائي وجريك ولرع عدتي تغيرات ودفع بعمر ولس وليت وآلي وديانج ومواديز في القيقت 74 ولكن لحكم الشهر بعد أربعة قق الكارت الأحمر لمواديز لا عب لا أهلي لا فرنسي وأكمل للقاء بعشرة لعبين آخر واحد اثنان دقيقة مما أتاح للاتحاد أحرس هدف الشرف فيه لققت ثماني سبع عن طريق كريم بن زيمة الأهلي صمد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع واستطاع الحفاظ علي الفوز الثامين وحصل مروان عطية علي جائزة من أوف ذا ماتش بسبب تلقه في حماية شباك الأهلي منعدة أهداف محققة من كنتي وبنزيمة وتصديه لركلها الجزاء كما تال الكهرب تسبب في ضرب جزاء فتح طريق الفوز للأهلي بهذا لثوست أهل للأهلي إلى نصف نهائي كأسلع عالم للأناديت حيث سواجها فلت أهل للسادس في تاريخها فريق في لومين نسي لبرازيلي بنصف نهائي مونديال لأنديت موعد مبارات لأهلي ضد في لومين نسي لبرازيلي يومنا لمقرر أن تقام مبارات لأهلي ضد فلومينينسي يوم الاثنين المقبل الموافق ثماني عشر ديسمبر الجار الجندا جم الزيكة الله يا أهلي الله يحلق النزر نصبر واتعد إن شاء الله وشكرا واتبع معي الفيديو عشان ما تقولش عليك سلام الجندا جم الزيكة الأهلي صمد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع واستطاع الحفاظ علي الفوز الثمين وحصل مروان عطية علي جائزة من أوفذ ماتش بسبب تلقه في حماية شباك الأهلي منعدة أهل كهرب تسبب في ضربة جزاء فتحة طريق الفوز للأهلي بهذا لفيست أهل لأهلي إلى نصف نهائي كأسل عالم للأناديت حيث سيواجها فلتأهل للسادس في تاريخها فريق في لومينين سيلا برازيلي بنصف نهائي مونديال لأناديت موعد مباراتي لأهلي ضد في لومينين سيلا برازيلي يومنا لمقرر أن تقام مباراتي لأهلي ضد فلومينين سي يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجار فرض الأهلي سيطرته على المبارات في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق الموهوب حسين الشحات حاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني لكن الأهلي قطع عليه الطريق وسجل أمام عشور هدفا فلفل لأهلية لابهي لللقاء أو أضمن الفوز للا نادي لأهلي وعب ورها للا دور نصف لنهائي وجريك ولر عادتي تغيراتي ودفع بعمر ولس وليتي وآلي وديانج ومواديس في القيق سبع أربعة ولكن لحكم الشهر بعد أربعة قق الكارت الأحمر لمواديس لاعب لأهلي لفرنسي وأكمل لللقاء بعشرة لاعبين أخر واحد اثنان دقيقة مما أتاح للاتحاد أحرس هدف الشرفي فيه لققت ثماني سبعا طريق كريم بن زيمة واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد نتيجة لمسة يد محمد عبد المنعم في نهاية الشوط لاولي تصدي لها كريم بن زيمة ولكن السدى العالي محمد الشنوي حارسي مرمي لأهلي ومنتخب مصر تصدي لها ببراعة وواصل الأهلي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق الموهوب حسين الشحاتي حاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني لكن لأهلي قطع عليه الطريقة وسجل أمام عشور هدفا ثالثا للأهلي قتل به اللقاء وضمن الفوز للنادي الأهلي وعبوره للدورنصف النهائي وغريا كولر عدة تغيرات ودفع بعمر السولية واليو ديان ومديز في الدقيقة 74 وتقام مواجهة الأهلي وفلومينينسي على ملعب مدينة الملك عبلاه الرياضية الجوهرة المشعة وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين لقاء الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 تبثه قناة وسلسي السعودية وتجمع مباراة نصف النهائي الآخر من منديال الأندية بين أوراوة الياباني منشستر سيتي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر وفيما يليأ برز أحدث المبارات البداية للأهلي بدأ لأهلي المبارات بقوة وسيطر على لفرة هذا الهدف الأول هو علي معلول هو علي معلول اللي يسجل الهدف الأول ونجح في تسجيل هدف أكلة جزاء بعد لمس مدافع لاتحاد لكر بيده داخل منطقتنا الجزاء أصبر وأتعد إن شاء الله وشكرا واتبع معي الفيديو عشان ما أطولش عليك سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة